وإحنا بنتكلم بقى عن النادي الأهلي في بداية حلقتنا النهاردة النادي الأهلي الرائع النادي الأهلي اللي بيفتتح الموسم ببطولة مهمة جدا بطولة السوبر المصري المرة اللي 12 في تاريخه النادي الأهلي بيبتعد بالبطولة 12 عن أقرب منافسي نادي الزمالك اللي عنده أربع بطولات من السوبر المصري لعبة كتير خدت حقها في هذه المباراة لما كلمنا عن محمد عبد المنعم اللي ربنا يشير رجعه بالسلامة محمود متولي كلمنا عن السلية عن عمدي فاتحي كلمنا عن سفي والبرازيل الرائع وأهدافه الحلوة وأهدافه الرائع عن طهر محمد طاهر لكن النهاردة حابب أبتدي حلقتنا علشان أتكلم عن لاعب مهم جدا واحد من كبات النادي الأهلي اللي ليه دور كبير جدا خارج الملعب وداخل الملعب واحد من اللي اتربوا داخل قطاع الناشئي بالنادي الأهلي وإحنا هنا في برنامجنا بنقول دايما برنامج الأشبال عن الأشبال اللي اتربوا داخل قطاع الناشئي بالنادي الأهلي عنده الشخصية القيادية هو نجمنا محمد الشناوي محمد الشناوي النهاردة لازم نديله حقه محمد الشناوي اللي ليه دور كبير جدا داخل غرفة الملابس سواء مع اللعيبة الجدد سواء مع اللعيبة الناشئين سواء مع اللعيبة اللي الموجودة في الملعب سواء وقت الخسارة ووقت العثرات بيكون ندور كبير وأيضا لما يكون بيفوز النادي للأهل النهاردة لازم ندي له حقه محمد الشناوي كتب تويتا على صفحته الشخصية قال مبروك على الأهل وجمهوره العظيم بطولة كأس مصر بطولة كأس السوبر شكرا للعيبة وضارة النادي وعقبال بطولات جاية جي الوقت عشان أحتفل بلقب كنت مأجل الاحتفال به وهو أحسن لاعب في أفريقيا يا رب دايما في احتفالات يا رب يا أهلوي دي التويتا اللي كتبها محمد الشناوي بعد فوز الأهل بالسوبر المصري على صفحته الشخصية توقيت انه يكتب على صفحته هو ده اللي بيعبر او بيدل انه هو النهاردة امتى بيحتفل محمد الشناوي محمد الشناوي اللي أخذ أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في شهر يوليو الماضي لكن أجل الاحتفال بسبب أن النادي الأهلي كان وقتها خسر بطولة كأس مصر محبش يحتفل شعوراً أو احتراماً لشعور جماهير النادي الأهلي احتراماً لللاعبين زملائه احتراماً للإدارة احتراماً للمنظومة كاملة لكن لما جه وقت للفرحة والاحتفال والتتويج النهاردة محمد الشناوي بيحتفل ده بيدل على الشخصية شخصية لعب النادي الأهلي اللي بيقدروا دائماً مشاعر جمهورهم والنهاردة بقول لحضراتكم محمد الشناوي واحد من العناصر الأساسية والمهمة سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر شفنا في بطولات كثيرة دور محمد الشناوي سواء في بطولة كأس العالم للأندية اللي كانت مقامة في الدوحة ودور المهم في مباراة بالمراسل برازيلي ويتوج النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم كان ليه دور مهم في تصدي ركلات الجزاء أيضاً بطولة كأس مصر أمان طلع الجيش محمد الشناوي أيضاً كان ليه دور مهم ودور كبير جداً علشان كده وقت الفرحة ما ينفعش إن احنا ننسى محمد الشناوي ليه دور مهم جداً داخل غرفة الملابس ليه دور مهم جداً أيضاً مع منتخبنا الوطني واحد من العناصر الأساسية في النادي الأهلي ومنتخب مصر ولما قلنا في الموسم السابق كان إراحة اللاعبين عنصر مهم جداً كانت إراحة محمد الشناوي ليه دور مهم جداً مش إراحته بدنياً بس لا كمان ذهنياً التشبع من كم البطولات التشبع من كم المباراة لازم يبعت عن الضغط شفنا محمد الشناوي في مباراة السوبر الماضية أمام نادي الزمالك وكان ليه تصديات مهمة جداً هو ده الحارس الكبير هو ده محمد الشناوي اللي خرج من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ودائماً بقول إحنا دائماً بالراهن على اللعيبة اللي بتخرج قطاع الناشئين بالنادي الأهلي دائماً بيكون عندها شخصية النادي الأهلي شفنا محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي عجبني جداً ردوده في المؤتمر الصحفي لما كان فريرة مدرب نادي الزمالك بيقول أنا بطل الدوري بطل الكاس إزاي ألاعب النادي الأهلي كان رد محمد الشناوي جاهز قال علشان الناس ما تنساش علشان الناس ما تنساش النادي الأهلي بطل أفريقيا النادي الأهلي اللي فاز ببطولة أفريقيا مرتين اللي فاز بالصور الأفريقية مرتين وخد برونزيت كاس العالم مرتين انا بس بحب افكر الناس ده كان رد محمد الشناوي هو ده الرد القوي وهي ده الرسالة اللي بتوصل لزملاء وداخل فريق لما يكون كابتل الفريق في المطامر الصحفي بيكلم الردود دي بتوصل للعب النادي الاهدي